موسيقى قمل المعلم يوفه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا يعتبر المعلم أهم أداة لتطوير ونهضة المجتمع فالمعلم من يربي وينشئ الأطفال على طريق العلم والمعرفة ودور المعلم كالمرشد والمرجع بالنسبة للمتعلمين فهو المنارة اللي بتضيء الدرب وتوجههن نحو الأهداف التاريخ بيشهد على إنجاز المعلمين من خلال القصص اللي سمعناها عن عظماء العالم ودعم المعلمين إلون تكريماً للمعلم والجهود وتضحياته حددت منظمة العمل الدولي ومنظمة اليونيسكو 25 الأول عام 1994 عيد المعلم أما سبب اختيارها اليوم هو توقيع التوصير المشتركة المتعلقة بشؤون المتعلمين عام 1966 بتحتفل أكتر من مئة دولة حول العالم بهاليوم وفي دول كتير بتحتفل بمواعيد ثانية مثل الصين والأرجنتين بعشرة سبتمبر المكسيك بخمسة عشر مايو لبنان بثلاثة مارس مصر بواحد وعشرين ديسمبر وبسوريا الخميسة الثالث من مارس وهالاختلاف بسبب ربط عيد المعلم بمناسبات بتخص كل دولة وبعض الدول عاملت هاليوم عاطلة رسمية تكريماً إلوان تقوص الاحتفال بإيد المعلم بتختلف من بلد لبلد مثل المسرحيات اللي بتسلط الضوء على مهنة التعليم المسابقات بين الطلبة شعر نصر إلقاء رسموا نحط وفنون يدوية وكمان بهاليوم بقدموا الطلاب هدايا رمزية للمعلم كعربون محبة وشكر على جهودهم كل البلدان بيتفقوا على تكريم المعلم وتعظيم شأنه لأنه هو الأساس بنهود الدولة والمجتمع أما الهدف الأساسي من الاحتفال فهو تكريم شكر المعلمين لدورهم ببناء المجتمع المثقف فالمعلم هو إحدى أهم أسباب رقي المجتمعات